يعد الطراب فرط الحركة أو تشتت الانتباه من أشهر للطرابات النمائية حيث يصيب الأطفال عموماً يبدأ تشخيص الحالات من مرحلة ما قبل الدراسة أو أثناء الدراسة أو مع بدايتها يؤثر بشكل عام على القدرة على التركيز وعلى القدرة على ضبط الاندفاعية مع زيادة في النشاط الحركي مما قد يؤدي إلى فقدان الطفل كثير من مهارات كالمهارات اللغوية ومهارات التواصل والمهارات الأكاديمية والقدرة على التعبير عن الذات وعن الاحتياج فمن هذا المنطلق الطفل بحاجة متكاملة إلى تدخلات علاجية من أكثر من مختص حيث أن العلاج بالتخاطب مهم وعلاج الوظيفي بالإضافة للعلاج السلوكي مع العلاج الدوائي لمعالجة شدة الأعراض ولمساعدة الطفل على النمو بشكل ملائم لكل مرحلة سنية ولمتطلباته العمرية ولا يفقد أي من متطلبات الحياة التي تعينه ليكون مستقل بإن الله في المستقبل ترجمة نانسي قنقر